المباراة الدوري كانت مباراة الليها بصراحة قوية جداً مارش الإسماعيلي لأنها كانت الند للند يمكن الإسماعيلي مستوى بعدين ما كانش كويس في المباراة الثانية قدام نحل لكن قدام الأهل الليها بمارش بصراحة رايع جداً وكانت المباراة مفتوحة تماماً وأي حد كان ممكن يكسب والأهل قدر يحسمها وقدر يكسب فأنا عجبني فيه النوع التصراحات ما يطلعش قال حققنا الهدف ومش عارف مستمرون في الصدراء لأنه هو كمان يكسبت لسه جاي فهو النهاردة يعني لسه يعني لسه يعني مثلاً هل لي مثلاً بقولك اللي عنده مشاكل في الدفاع هو لسه بيثبت الرباع للدفاع أنه هو يبقى فيه تفاهمة بينهم عايز أتكلمك عن موضوع تثبت في التشكيل شوية وأنا حاخد من كلام كلر أنه لسه موقفش على إمكانيات كل لعيبة لأنه محتاج وقت شوية ومحتاج مباريات ومباريات رسمية على مستوى تثبيت اللعبين يمكن شوية شايفين مثبت السردباكين على سبيل المثال أكرم توفيق يعني نتكلم على عبد منا ونتكلم على محمود متولي وطبعاً وعلي معلول لكن خلينا نتكلم على الرباع الأمامي اللي فيه يمكن تغييرات كتيرة بتتكلم على طهر محمد طهر حسين الشحات سافيو بتكلم دخول بير ستاو شادي حسين 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 حسن يعني لغاية دلوقتي ما وصلناش أو كلر ما وصلش للشكل الأمثل انت شايف من وجهة نظرك في مباراة الزمالك بكرة الرباع الهجومة هيبقى ازاي أو من وجهة نظرك الأفضل للنادي الآلي في بداية المباراة يكون شكله ازاي ما أعتقدش أنه هيجازف لأنه زي ما حرك قلت أنه لسه برضو مش عارف قدرات لعبته بشكل كبير وبشكل واضح أو بالنسبة كبيرة كمان أنه هو يخاطر في المباراة دي صعبة طبعاً هو كل شيء وارد وهو كمان عنده ذكرت عدد كبير جداً في الرباع اللجومي أو في الجزء اللجومي دي ميزة مش عيب للمدرب أنه يبقى عنده كل ده وكمان يضاف لهم وقفشة كمان برستاو بالضبط يضاف لهم كمان برستاو فهوال نهاردة دي حاجة كويسة أنه هو ده كمان بيخلق بيخلق رحم المنافسة بصالح الفرق يعني اللعبة كلها حساب حسن عزيز بتنفسه وحساب شريف عزيز بتنفسه كلهم اللعبة كبار لكن في النهاية عايزين يعني يثبتوا نفسهم على القلل للرجل الجديد أنه هم يثبتوا شاد حسين الوافد الجديد نفسه يعمل ده برستاو اللي كان فيه كلام ولغط حواليه قبل بداية الموسم أنه هو يرحل بقى خلاص وبعدين الجميع اتفق كده يعني بشكل ويد أنه هو يدوله فرصة خاصة أنه عنده إمكانيات عالي جدا هو يستحق الفرصة بصراحة يعني ممكن نتكلم شوية على الملف الطبي بالنسباله عليه علامة استفهام علامة استفهام ولكنه على المستوى الفني ما فيش يعني عنده سباة انفعالة كابتن يعني لخصوا الهدف اللي جابه طهر محمد طهر في مرمى الرجاء المغربي هدف التعادل في ديئة تسعين في الصبر الأفريقي الأخير لما الراجل برسته وكرة صدت وراح يشوتها في ديئة تسعين يعني أي حد أي حد ما كانوا يشوتها وحتى لو الحرص الله حلاوي لام لكنه هو مو وخدها الوراء وإداها لطهر لا كان إمكانيات لعيب كرة لعنده إمكانيات سبحان الله لعيب عالي جدا يستهل لكنه طبعا للأسف الأمور الطبية مش علامة استفهام ده علامات استفهام اللي هي بتخليه بعيد كتير بعيد لكن ده لو موجود هدفلك برضه محصن يعني برضه الملف الطبي ده أكيد ملف مهم جدا درسه كمان كل أرقاول مجيه طلب ملف طبي لكل لعب ولكن كان ممكن جدا توالي الإصابات الموسم اللي فات توالي المباريات أعتقد الراحة اللي خدتها اللعيبة نظر والشكل المنظم لعملية الاستشفاء دلوقتي خلاص أنت جدوى للدور ينزل عارب بالزبط تعتلع بإمتى يعني لحد ما يخدوا راحة نبقى أن 3-4 موسم ما سمعناش عن كلمة الأهلي في معسكر إعداد قبل موسيقى ما حصلتش يمكن استنادي الناس الكلمة لا المعسكر في أوروبا لا خلاص استكرروا على بار أيا كان بس ما كانش فيه معسكر إعداد كمان اللعيبة يعني هو كان قرار رائع جدا من مجلس الإدارة أنه ريح العناصر الأساسية بتاعته في ممكن آخر سبع جوالات في الموسم السنة اللي فاتت بعد ما خلاص تقريبا نسألت الأهلي رامل منديل مبكرا في القصة الدوري مش مشكلة يعني